لو كتب عنك حاجة وانت زوجة وام بتقلقي ولا خلاص في البيت الكل عارف لا انا ما يهمنيش حد غير بيش ما بيهمنيش ما يهمنيش عبدالوهاب لما راحه قاله المهم انا ضميري في ايه يعني انا حتى عايز اقولك على حاجة الناس اللي بتدخل تكتب على الفيسبوك شتايم مثلا سواء في فنان او في شخصية عامة انا عايز اسأله دلوقتي انت ضميرك مرتاح انت رضيت غرورك ايدك اللي انت كتبت بيها الكلمة دي الوحشة دي انت راضي عن نفسك احيانا في ناس كتير بتقولك في عملية ممنهجة على ضرب الفنان مصر وعلى الشخصيات العامة على الشخصيات العامة من اكبر راس لاصغر راس انتوا حاسين بكده طبعا طبعا على فكرة ودي الحرب اللي محدش واخد بالو ميلها كتير في مصر ان في حرب الكترونية تنادي على دكتور اشف زاكي وتقولي له تدخل لو سمحت تشوف حتى على سوشيال ميديا طبعا واشف زاكي تاعب بصراحة يعني انا بقوش في قلي يعني اولا احنا حتى كفنانين احيانا بنخطئ في حق بعض لما نبقى زعلانين ما تطلعش المفروض على سوشيال ميديا ماينفعش لما بيكتب عن ايتن حاجات كتير بتبقى مشفقة عليها ودايما بحس كده انك على سوشيال ميديا بالذات وراء ايتن الاخت يعني لوه الام والاخت وطول الوقت يا جمالك يا دلالك يا خدي بالك يا لأ ايا انا بحبها ومش بحبها يا الوهد يا ستة انا ستة اي انت عارفة اقولك على حاجة يا شافكي انا مش بحب قايتم بس انا بحب كل حد شاطر حافظة ستة انا طب يلا ستة انا لا لما انتوا عندكم هنا ستة انا اكيد نحاول نجابه اكيد اه اشتركوا في القناة